اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعيش فيه بعض الوقت يرويه لنا الصحابي الجليل ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه فعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أي من الأرض قسم من الأرض نوعا من الأرض وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى أي الماء أصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيحان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى أخوة الكرام إنه مثل عظيم من أمثال السيد العظيم صاحب الخلق العظيم والمقام الرفيع العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول فيه مثل ما بعثني الله به من الهدى الله تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا اختاره خيارا من خيار من خيار واختار لسانه فأنزل به القرآن الكريم واختار بلده ومسقط رأسه فجعل بيته العتيق فيه بعثه الله تبارك وتعالى بالقرآن موحا به إليه وبعثه بمثيل هذا القرآن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فهذا الذي بعثني الله به سمعه أقوام ثم سمعه أقوام آخرون ثم سمعه أقوام غيرهم وهكذا دواليك فاختلف الناس كما اختلفت الأراضي عندما ينزل الغيث على أرض طيبة ممرعة قابلة للإنبات سرعان ما تهتز أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فبعض الناس بمجرد ما يسمعون كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم إذا بهم يستجبون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وخير مثال يحضرني على هذا ما وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة حيث قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فلم تكن له كبوة بمجرد ما دعاه إلى أن يؤمن بالله رب العالمين وبنبوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إذا به مباشرة يستجيب وكأنه كان مع الإيمان على موعد الناس الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنه الناس يتفاوتون وربما كان في تفاوتهم دلالة على عظمة الله تبارك وتعالى تختلف الطباع كما تختلف الألوان كما تختلف بصمات الأصوات كما تختلف بصمات العيون صنع الله الذي أتقن كل شيء فمن حيث الاستجابة من أراد الله تعالى به خيرا ينقاد إليك بشعره ومن ومن كان على خلاف ذلك نسأل الله العافية والسلامة يقطع سلاسل الحديد وربما الأثر الذي جاء في هذا المقام إن من الناس أناسا يقادون إلى الجنة بالسلاسل ما يريدون بعض الناس يقال له هذا فيه الخير وفيه الطهر وفيه النقاء وفيه النظافة وفيه الخير وفيه البركة وفيه الصلاح وفيه العاقبة الحميدة فهو لا يريد لا يريد نعوذ بالله نعوذ بالله من انتكاسة الفطر ونعوذ بالله من حال أهل الشقاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العموم فالطائفة من الأرض التي تنبت الكلأ سرعان ما ينزل عليها المطر هذا مثل الذين بمجرد أن يسمعوا قال الله وقال رسول الله إذا بهم يستجبون وينصاعون وما أجمل أن يكون الإنسان وقافا عند حدود الله ما أجمل أن يكون الإنسان إذا قيل له قال الله أو قيل له قال رسول الله قال على الرأس والعين هذا مثل المؤمن فما أكثر ما نرى في زماننا اليوم يطلب من الإنسان مثلا أن يفعل أمرا أو يحدث للإنسان أمر يستدعي استفتاء فيسأل هذا الشيخ وهذا الشيخ والآخر والثالث والرابع والخامس لكي يجد جوابا يوافق هواه عند واحد من هؤلاء الذين يسألوا هذا كمن يتتبع الرخص أو كمن يبحث عن الأقوال الضعيفة أو يريد التفلت من أمر يجب عليه أن يقيم أمر الله تبارك وتعالى فيه فالذين استجابوا لله رب العالمين والذين انصاعوا لأوامر الله رب العالمين مثلهم مثل الأرض الطيبة هطل عليها المطر فأحيانا بين يوم أو يومين تنزل مطرة أو مطرتين فيخرج الناس إلى الصحراء فيجدوا أن الأرض قد اهتزت وأمتت فما أجمل أن يكون الناس إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا ما أجمل إذا سمع الناس الموعظة أن ترق قلوبهم وتدمع عيونهم وينصاعوا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هناك أناس مثلهم مثل أرض لا تنبت ولكن ممكن أن يتجمع الماء فيها ولا يتسرب إلى داخله على شكل بحيرات أو مستنقعات إذا أراد الناس الماء جاءوا وأخذوا وشربوا وتبردوا ونقلوا من هذا الماء إلى قضاء حوائجهم فهؤلاء هذا النوع من الأرض أرض طيبة ولكن ليس طيبها بالإنبات إنما طيبها بإمساك الماء وهي أنزل درجة كثير من الناس يعني ربما لا يبادر لفعل الخير ولكن إذا طلب منه الإعانة ساعد وأعان وهذا إن شاء الله لا يحرم نصيبه الشخص الذي يعني كان متوسطا أو كان مقتصدا فنحن نذكر قول الله تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات السابق بالخيرات مثله مثل الأرض التي سرعان ما يهطل عليها المطر إذا بها تنبت وتعشوش أما المقتصد فحاله حال الأرض التي تمسك الماء فينتفع الناس بالماء ولكنها هي في ذات نفسها لا تنبت وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وهناك طائفة أي مساحة من الأرض إنما هي قيعان إما أنها أرض رملية لو صب فيها ماء البحر لشربته أو أنها أرض سبخة ملحية لا تنبت ولا يمكن أن تنبت فالذي يسمع المواعد لا أنه لا يأتمر لا في ذات نفسه ولا يوصل الخير إلى غيره هناك مثل يقول يعني في اللغة الدارجة لا يعبر ولا يعير القربة لا يعبر ولا يعطي إجراء يعني بعض الناس مثلاً عندما يعبرون نهر الفراء عندهم قربة ينفخونها ويضعونها على ظهورهم ثم يسبحون شأن دولاب السيارة الداخلي الذي يمتطيه الأولاد الذين لا يجدون السباحة فبعض الناس إن أردت أن تعبر الحمد لله أعبر ضع القربة على ذلك طيب يقاله أنت لماذا لا تعبر يقول لا أريد أن نعبر طيب أعطينا القربة التي نضعه على ظهورنا حتى نعبر يقول لا فلا هو يعبر ولا يعطي القربة أو الشكوى التي تنفخ فالمنعون للخير هؤلاء هم تماماً لا يأمر بمعروف وإذا رأى من يأمر بمعروف ينهاه عن أن يأمر بالمعروف أو يمنعه من ناعاً للخير معتد أثيم هكذا حالهم كما قال الله تبارك وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فالأرض المجدبة الأرض الملحية الأرض السبخة الأرض الرملية التي تمتص الماء ولا تمسكه لا تصلح للزراعة ولا أنها تمسك الماء حتى يستفيد الناس منها فقوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان جمعقاع لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ويقول أهل اللغة إذا قلنا فقها أي فهم المسألة وإذا قلنا فقها أي سبق غيره في الفهم وإذا قلنا فقها أصبح الفقه صفة لازمة له بمعنى أنه أصبح فقيها خالصاً فالذي فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم هذا النوع الأول وهو الأفضل والأمثل والأجمل والأكمل الذي بعده ومثل ما لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وهذا طبعاً يتناول الفئة الأخيرة فتندرج الفئة الثانية التي فيها بعض النفع تحت الفئة الأولى وتنفرد الفئة الأخيرة التي هي من الناس لا تقبل نصحاً ولا ترعوي عن غي ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم الأوائل هم الذين يقال فيهم لذب الكرام بني الكرام فإنما يلد الكرام بني الكرام كراماً والمتأخرون المتقاعسون المفرطون المسرفون على أنفسهم ودع اللئام بني اللئام فإنما يلد اللئام بني اللئام لئاماً لذلك ينبغي لنا يا إخوة المؤمنين الكينونة الدائمة والصحبة الطيبة للأخيار حتى يكتسب الإنسان منهم الخيرة وتسري إليه عدوى الخير إذا جاز أن يوصف الخير بأنه عدوى فالصاحب ساحب قل لي من تصحب أقل لك من أنت عن المرء لا تسل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن بالمقارن يقتدي اللهم ارزقنا القدوة الصالحة اللهم اجعل لنا في نبيك أسوة حسنة اللهم وفقنا لما تحب وترضى وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة